اهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة المحادثة للمبتدئين او كورس المحادثة للمبتدئين هتلاقي بقية الحلقات سايبها لك في قائمة تشغيل كورس المحادثة للمستويات الاولى او المبتدئين معانا النهاردة حلقة جديدة هنتعلم ازاي نتكلم فيها او نجري حوار او محادثة في الترانسبورت او وسائل المواصلات كالعادة زي ما احنا متعودين مع بعض يا احلى متابعين في الدنيا انا حبق في الـ background بس هتسمع صوتي و هتسمع الجمل اللي احنا هنستخدمها عشان نعمل بيها محادثة هنتريب جمل وكلمات مرتبطة بالترانسبورت او المواصلات اول حاجة تسمعها كتير قوي هي get on get on معناها يركب وسيلة مواصلات عامة يعني مثلا I get on the bus انا بركب البوس I get on the train انا بركب الاطر I get on the subway انا بركب المترو I get on the microbus I get on the ship انا بركب السفينة I get on the ship وهكذا طيب في حاجة تانية اسمها get in بس get in بنستخدمها مع الـ private transportation يعني الوسائل النقل الخاص يعني I get in my car انا بركب عربيتي او I get in the taxi انا بركب التاكسي اوكي فلازم تبقى وصيلة مواصلات خاصة عكسوهم بقى انك تخرج من وصيلة المواصلات دي get off مع المواصلات العامة وget out of مع المواصلات الخاصة اللي هي العربية والتاكسي يعني مثلا I get off the bus عكس get on طيب بخرج I get out of my car I get out of my car اوكي وهكذا الاسئلة بقى ممكن تقول can I get off here ممكن انزل هنا بعد اذنك لو انت ركب وسيلة مواصلات عامة اوكي هتسمع كمان put on your seat belt بعد اذنك البس حزام المقعد بتاعك put on your seat belt ولو هو صاحبك شوية هيقول لك buckle up عشان دي جملة عامية شوية buckle up my friend من الجملة كمان اللي هتسمحها can you pull over here please او ممكن تستخدمها على جنب ياسطا دي معناها الحرفي ممكن توقف على جنب بعد اذنك can you pull over here here can you pull over here اوكي طيب next stop يعني المحطة التالية current stop يعني المحطة الحالية last stop المحطة السابقة يعني مثلا I will get off the next stop انا هخرج في المحطة القادمة او I will get off the current stop او at the current stop يعني انا هخرج في المحطة الحالية او I missed the last stop انا فوت المحطة السابقة I missed the last stop يبقى دي المحطات اللي اللي موجودة في المترو او اللي موجودة في الاوتوبيس من الكلمات او الجملة كمان اللي هتسمحها let's take خلينا ناخد let's take the bus خلينا ناخد الاوتوبيس let's take the cab cap يعني تاكسي خلينا ناخد التاكسي let's take the train من الجملة الجملة المشروعة جدا والمنتشرة في المواصلات هي rush hour now is a rush hour يعني دلوقتي ساعة زحمة او ساعة الظروة rush hour يعني ساعة الظروة the American embassy please يعني السفارة الامريكية بعد اذنك لما تحب تقول لحد عنوان ابتدي بالعنوان على طول وقول في الاخر please لو بتستعجل ساعة تاكسي ولقيته رد عليك وقال لك if the lights are with us دي معناها ايه؟ عاوز يقول لك لو الطريق معانا لو ما فيه زحمة لو مش حنوقف كل شوية في اشارة مرورية if the lights are with us او ممكن يقولها لك بطريقة تاكسي ثانية if there are no hold ups if there are no hold ups لو ما فيش حاجة هتوقفنا طيب لما تحب تسأل سواء التاكسي او الباس او اي ان كان او في القطر عن التعريفة او ثمن التسكرة او ثمن المواصلة اللي انت بتركبها هتقول how much is the fair how much is the fair how much is the fair في جملة تانية جميلة جدا وهي run the lights يعني تكسر الاشارة يعني انت لو بتسوء بتقول سوء بسرعة ممكن يقولك no sir i can't run the lights ماينفعش اكسر الاشارة ولا هياخد مخالفة اوكي؟ طيب very good عاوز تسأل مثلا وتقول امتى الاوتوبيس هيغادر when does the bus leave? when does the bus leave? تشيل بس بقى وحط train when does the train leave? when does the ship leave? لو انت حريف تبتدي تشيل اسماء وجمل وتحط جمل السؤال عندك زي ما هو اوكي؟ طيب عاوز تقول الاوتوبيس ده بيروح لحتة الفلانية او القطر ده او السفينة دي does this bus go to? does this bus go to? وتقول الحاجة اللي هو راحة يقول ابتدي مع بعض فيه جزء الديالوج او الحوار ما بين شخصين واللي حستخدم منه او حنستخدم فيه جمل من الجمل اللي احنا اخدناها النهاردة ركز ويريد تحاول تمثل الحوار ده محد بيتعلم معاك لغة انجليزية الشخص الاول وما بقى بيسألو الاثنين شخص تالت شخص تالت هايدخل دلوقتي في الحوار هل في بس ستيشن قريبة من هنا قريبة قالوا no it's far شخص تالت بيقول لهم دي بعيدة moreover بالاضافة الى ذلك it's a rush hour دلوقتي ساعة زروا او وات زحمة if you're in a harry لو انتو مستعقلين take a taxi خدوا ايه تاكسي هما ردوا عليه وقالولو thanks هرجاء تاني يكلموا بعض okay let's take a cab خلانا ناخد كاب اللي هو تاكسي taxi stops التاكسي بيقف وبيقول لهم hello هما بقى بيردوا عليه بيقولوا hello we need to get off at the mall احنا محتاجين ننزل عند المال get off at the mall please فواح يرد عليهم ويقول لهم my pleasure ma'am عشان في واحدة ستة معاهم يا سيدتي get in get in ليه بقى okay عشان خاطر get in معناها انك تركب وسيلة خاصة زي ما قولنا في اول فيديو get in and put on your seatbelt اركبوا okay وحطوا المقعد او حزام الامان okay هما حيقولولو بعد كده can we make it in 20 minutes ممكن نحاول نعملها في عشرين دقيقة make in 20 minutes يعني نوصل make هنا معناها نوصل في عشرين دقيقة قال لهم no promises مفيش اي وعود only if there are no hold ups لو مفيش اي hold ups او حاجة توقفنا ساعتقدر اوصلكم المهم بعد عشرين دقيقة here we are اتفضلوا احنا وصلنا the mall how much is the fare بيسألوه كام التعريفة قال لهم it's ten dollars عشرة دولار قالولو here you go اتفضل and keep the change واحتفظ بالفكة او البني ودي كانت نهاية الحلقة بتاعت محادسة في الترانسبورت او في وسائل المواصلات ما تنساش انك تدعمنا بانك تعمل share و like وانك تفعل الجرس عشان تشوف كل جديد ويخليني شوفكم على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا